اشتركوا في القناة والتطوير التي تأتي تنفيذا لتوجيهات جلالته السديدة في اطار تعزيز مصادر الدخل الوطني وقد اعرب جلالة الملك المفداء يده الله عن تقديره للدور الحيوي الذي تبذله لجنة الثروات الطبيعية والامن الاقتصادي برئاسة صاحب السموء البلكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بالتعاون مع وزارة النفط ممثلة بوزير النفط وكافة العاملين في القطاع الصناعي من جهود طيبة ودأوبة لخدمة القطاع النفطي والارتقاء به مشيدا جلالته بهذه الخطط والمشاريع الاستثمارية الطموحة التي تهدف الى تعزيز دور هذا القطاع الحيوي باعتباره احدى الدعمات الاساسية للاقتصاد الوطني ولمسيرة التنمية الشاملة مؤكدا جلالته ان المملكة ماضية في تنفيذ برامجها التنموية والتطويرية في كل القطاعات لخدمة الوطن وتلبية تطلعات المواطنين وتأمين الحياة الكريمة لهم واشاد جلالة العاهل المفدى بالانجازات الرائدة التي تحققها مملكة البحرين في شتى المجالات بفضل سواعد وجهود ابنائها المخلصين لسيما الاكتشاف الكبير الذي يعد من اكبر الاكتشافات النفطية في تاريخ مملكة البحرين من النفط الصخري والغاز العميق مثمنا عاليا الجهود المبذولة من وزير النفط وجميع المسؤولين في شركة تطوير للبترول في وضع الخطط الاستراتيجية للاستفادة من هذا الاكتشاف الكبير ووجه جلالته لتكثيف الجهود والمشاريع لزيادة انتاج النفط والغاز بالمملكة والذي بدوره سيعزز مركز المملكة الاقتصادية الاستراتيجية في المنطقة ودفع عجلة الصناعة ورفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني وقد قدم معالي الوزير إجازا لجلالة الملك المفدى حفظه الله عن آخر مستجدات خطط الاستكشاف وانتاج النفط والغاز والتي اجتملت على أربعة محاور هي الانتاج من حقل البحرين انتاج الغاز من الطبقات العميقة تطوير حقل البحرين للنفط الصخري والتنقيب في القواطع البحرية كما واستمع جلالة الملك المفدى إلى آخر تطورات عمليات حفر عدد من الآبار التجريبية لاستخراج النفط بكميات تجارية والذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويحقق بذلك الأهداف المنشودة منه وقد رفع معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد الخليفة وزير النفط أسمى آيات الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة على توجيهات جلالته السامية ودعمه اللامحدود لقطاع النفط والغاز مثمنا عاليا توجيهات الحكومة الموقرة بتكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب مشيدا بالدور البارز الذي تطلع به لجنة الثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه والتي تهدف إلى المحافظة على ثروات البلاد الطبيعية والعمل على تطوير مصادر الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني كما أعرب معالي الوزير عن خالص الشكر والثناء لجلالة الملك المفدى على الدعم والمساندة لقطاع النفط وتوجيهات جلالته السامية السديدة لتعزيز صناعة النفط والغاز في المملكة متطلعين إلى بدل المزيد من الجهود الحثيثة لتحقيق التطلعات المستقبلية لهذه الصناعة الحيوية تحقيق التطلعات المستقبلية